السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد إذن في فيديو اليوم إن شاء الله سنشرع في إنجاز دروس الوحدة الخامسة تحت عنوان مظاهر حياة الحيوان إذن في حصة اليوم إن شاء الله سنشتغل على الحصة الأولى ما حيوانات محيطي الصفحة 62 من مرجع الأساسي في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الإبتدائي الطبع الجديد والمناقحة من أهداف هذا الدرس أن يتعرف المتعلم والمتعلمة الحيوانات الموجودة بمحيطه وأن يميز الحيوانات الأليفة عن الحيوانات المتوحشة إذن نبدأ بالنشاط الأول أتسأل وأفترض نلاحظ الصورة بعد ذلك نطرح سؤالا للتقصي إذن الصورة توضح الكلب والقط صديقان للإنسان إذن عدنا صورة فيها الكلب والقط إذن الكلب والقط يعني حيوانات أليفة لأنها تصاحب الإنسان إذن ما كان خافوش منها ما غديش تأدينا إذن بالنسبة للكلاب فعندنا غير بعض الأصناف من الكلاب ما عدنا بعض الأصناف أخرى فهي حيوانات شريسة إذن يعني عدنا الكلاب حالة خاصة إذن عدنا بعض الأصناف فهي أليفة وبعض الأصناف فهي حيوانات متوحشة أما بالنسبة للقطة فهو حيوان أو فهي حيوان أليف للقطة حيوان أليف السؤال الذي سنطرحه في هذه الحصة نكتب سؤال التقصي سؤال التقصي الذي سنجيب عنه هو ما هي ما هي الحيوانات الحيوانات المتواجدة المتواجدة في محيطنا أو في يعني في محيطنا أو في المحيط إذن في محيطنا علامة استفام ما هي الحيوانات المتواجدة في محيطنا أو الموجودة في محيطنا نقترح فردية إذن فردية للإجابة عن هذا السؤال فردية إذن فردية تبدأ بعبارة ربما نجيب عن السؤال ربما توجد حيوانات متنوعة متنوعة تعيش تعيش في البيئة في البيئة أو في الطبيعة إذن في البيئة والتي والتي يمكن تصنيفها يمكن تصنيفها إلى أليفة يعني حيوانات أليفة أو مفترسة أو مفترسة إذن هدف ما يخص الفردية لكي نتحقق من صحة هذه الفردية نمر مباشرة إلى السؤال أو التمرين الأول أبحث مع مجموعة قسمي عن حيوانات محيطي وأدول النتائج ثم أستنتج بربط كل حيوان بصورته إذن هنا لدينا أسماء حيوانات معزة جرون حمامة بقرة قطة وهنا لدينا الصور لدينا هذه الحيوانات المكتوب مننا هو أننا نوصلوا كل اسم لكل حيوان بالصورة سوف نبدأ بالمعزة إذن المعزة سوف نحصل لها إذن هذه الصورة الثانية إذن الصورة الثانية لدينا معزة جرون جرون الجرو هو ابن الكلب ابن الكلب هو الجرو وسنصله بالصورة الأولى ثم الحمامة إذن الحمامة هي هذه الصورة إذن وسنربط الحمامة بصورتها نمر الأن إلى البقرة إذن البقرة وهي هذه الصورة ه Aires سنربط البقرة بصورتها ثم أخيرا قطة إذا القطة هي الصورة الأخيرة إذا من خلال هذا النشاط نستنتج أنه في بيئتنا أو في محيطنا توجد مجموعة من الحيوانات الأليفة كالجرو المعزة البقرة الحمامة والقطة إذا عدنا مجموعة من الحيوانات الأليفة الموجودة في محيطنا إذا حيوانات أليفة يعني يمكنها أن تعيش رفقة الإنسان من دون أن تحدث له أي ضرر نمر الآن إلى الاستخلاص استخلص حيوانات محيطة متنوعة بعضها أليفة تعيش مع الإنسان إذا عدنا بعض الحيوانات الأليفة تعيش مع الإنسان إذا مشي كلش الحيوانات أليفة الحيوانات الموجودة في الطبيعة مشي كلها أليفة عدنا حيوانات أليفة وحيوانات مفترسة ومتوحيشة إذن بالنسبة للحيوانات الأليفة هما اللي شفنا هنا عدنا الجرو المعزة البقرة ثم الحمامة وأخيرا القطة و عدنا مجموعة من الحيوانات الشرسة والحيوانات المفترسة كالثعبان مثلا الكلب الذي يستعمل في أغراض وقائية أغراض في الحماية أدوك الحيوانات يكونون مفترسين مفترسة يعني لا يمكنها أن تعيش مع الإنسان ستقوم بإفتراسي وستقوم بإلحاق الضرري به بالنسبة لكلمة المهمة عدنا حيوان للغة الفرنسية أليف دوميستيك نمر الآن إلى النشاط الأخير أطبق أضع علامة في خانة الحيوان الأليف إذن هنا عدنا الحيوان الأول عدنا دودة إذا بالنسبة للدودة فهي حيوان أليف يمكنها أن تعيش مع الإنسان بحيث لا تلحق الضرر به إذن عندنا الدودة يعني باش نعرف حيوان أليف من حيوان غير أليف الحيوان الأليف ولي ما كيقاديش ما كيقاديش الإنسان يعني لن يلحق به الضرر على عكس الحيوان الحيوان المفترس والحيوان الذي سيلحق الضرر بإنسان مما يؤدي إلى حدود مجموعة من لأشياء الغير مرغوب فيها وقد يؤدي في بعض الحالات إلى موته بالنسبة للطائر هذا الطائر فهي حيوان أليف إذن حيوان أليف كيقوا بزاف ديال الناس كيربيوا طيور كيعتنيوا بهم إذن بالعكس الطائر حيوان أليف جدا أما بالنسبة للكلب هذا الكلب هذا النوع خصيصا هذا النوع فهو حيوان مفترس إذن يمكن له أن يلحق الضرر بإنسان من غير ذاك الشخص لك يربيه فيعني هذا الكلب هذا اللي عندنا هنا فغادي يلحق بنا الضرر لذلك عفوا لذلك هنا لن نضع علامة لن نضع علامة عفوا إذن بالنسبة لهذا الكلب هذا لهنا ما غاديش نديره في علامة عفوا إذن هذه ما غاديش نديرها بالنسبة للحمار فهو حيوان أليف لا يلحق الضرر بالإنسان بالعكس فهو يساعد الإنسان على إنجاز مهامه الشاقة وهو يتميز بالصبر أما الصورة الآخرة فهنا لدينا ثعبان بالنسبة للثعبان فهو سيلحق الضرر بالإنسان يعني هذا التعبان هذا إلا مش حتى قاس الإنسان ولا يعني هجم عليه فيقدر قاعد يأدي الوفاة دياله لا قدر الله إذن هذا الحيوان الأخير الذي يسمى التعبان فهو حيوان مفترس وسام وغير أليف إذن بالنسبة للحيوان الأليف اللي عندنا في هذه الصور ذوضة طائر ثم حمار بالنسبة للكلب والتعبان فعندنا هذي الحيوانين فهما مفترسين حيوانين مفترسين إذن هذا أصدقائي كل ما يخص هذه الحصة الحصة الأولى التي تتحدث عن الحيوانات الموجودة في المحيط أو في محيطنا نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لإنجاز الحصة الثانية المتعلقة بأين تعيش الحيوانات يعني المكان الذي تعيش فيه الحيوانات آآ على الصفحة على توسط دائما من مرجع الأساسي في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة والمنقحة إذن دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء